وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء استعرض مدبولي ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤكدا المتابعة اليومية لهذه الأزمة وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي وكذا حدوث نقص في سلسل الإمداد وأشار مدبولي إلى ما يتم من تعاون وتنصيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي فضلا عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح التي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقع ترجمة نانسي قنقر